إن العمل مستمر والنادي الأهلي بالفعل أنهى صفقات الموسم الجديد النادي الأهلي أنهى صفقات الموسم الجديد علشان أطمن جمهوري النادي الأهلي طب الناس بتسأل طب ليه ما بيتمش الإعلان عن الصفقات الجديدة هل النهاردة في تدريبات أو النادي الأهلي بيتمرن خلال فترة دي دلوقتي الفريق في راحة الراحة اللي كان بيفتقدها النادي الأهلي على مدار 3 سنين ما كناش بنشوف الفريق الاول بالنادي الاهلي بيعمل معسكر اعداد على ما اتذكر اخر فترة اعداد عملها النادي الاهلي كان ايام لصارتي وكانت فترة الاعداد دي كانت في اسبانيا وقتها على ما اتذكر وفترة الاعداد بتكون مهمة جدا للاعب كرة القدم دي اللي بتوقفه على رجله على مدار الموسم بضغط المباريات بالمباريات الكتير بتتلعب سواء مع النادي والمتخب ففترة الراحة دي كانت مهمة علشان كده بطمن جمهوري النادي الاهلي النادي الاهلي انهى بالفعل صفقاته هيتم الاعلان عن الصفقات مع المدرب الجديد خلال الساعات القليلة القادمة تاني تاني علشان نطمن جمهوري النادي الاهلي الفترة دي بالنسبة للعب النادي الاهلي اللعبة مريحة فالنهار ده انا هاعلن عن الصفقات طب الصفقة اللي انا هاعلن عنها واللعبة اللي هاعلن عنها برضو مش هتقدر تدخل مع الفريق خلال فترة دي ان الفريق في فترة راحة لكن بطامن جمهور النادي الاهلي مع بداية فترة الاعداد هيكون اللعيبة الجدد متواجدين مع المدرب الجديد للنادي الاهلي النادي الاهلي انهى صفقاته لكن هنا لازم اتوقف عن دي شيء اتوقف عن دور جمهور النادي الاهلي شفنا في الفترة السابقة موسيماني رغم النجاحات ورغم البطولات اللي كان بحقاها موسيماني شفنا الحملات الكبيرة اللي منذ لحظة قدوم موسيماني ومع تحقيق موسيماني لالقاب قرية شفنا سوارش والحملات اللي اتعاملت عليه اه الراجل اللي اشتغل في ظروف صعبة جدا بنشكرهم من خلال قناة النادي الاهلي وشفنا طريقة انهاء العقب طريقة محترمة والكلام الراجل اتكلمه عن النادي الاهلي لكن هنا جمهور النادي الاهلي عليه دور كبير ازاي تحمي المدرب الجديد بتاعتك ازاي تحمي الصفقات الجديدة واللعبين الجدد بتوعتك ده شيء مهم جدا شيء مهم علشان جمهور النادي الاهلي اللي دايما داعم وساند لفريقه ازاي هتتعمل حملات خلال الكام يوم اللي جايين بمجرد اعلان النادي الاهلي عن المدرب واعلان النادي الاهلي عن الصفقات الجدد لازم نباح نوعيا لازم نكون مسندين ومساعدين ومدعمين في خلف اللاعبين الجدد وايضا المدير الفني الجديد للنادي الاهلي اللي هيتم الاعلان عنه خلال الساعات القليلة القادمة اشتركوا في القناة